مصدر فيه النادي الاهلي قال لنا في رقم 10 ان رامي ربيعة قعد مع المسؤولين في لجنة التخطيط بالنادي الاهلي وقال لهم انه تلقى 3 عروض في الايام الاخيرة من بعض اندية الدوري الممتاز ولجنة التخطيط قالت لرامي ربيعة قالت له اصبر شوي اصبر لما كلر ياخد قراره لما يشوفك اكتر في المباريات لسه كلر ما خدش قرار ولسه كلر لما يرجع من الاجهازة هنقض معاه وهنعرف هو بيفكر ازاي ما تستعجلش حسم اي عرض في الفترة اللي جاية وكمان كلر لما يرجع من الصفر ان شاء الله من الاجهازة اللي واخدها حاليا هيتكلم معهم على التجديد لياسر ابراهيم وحسين الشحاد وبعض اللعيبة اللي عودهم هتخلص في نهاية الموسم المفاجأة بقى ان بعض الاعضاء في لجنة التخطيط وادارة الكرة متبانين جدا فكت انه يتم التجديد لرامي ربيعة ولو لمدة موسم اخر تحسبا لقى اي ازامات في الدفاع واستشهدوا بالوضع الحالي اصابة محمود متولي ومحمد عبد المنهم وانا هستشهد معاهم بالموسم الماضي او نهاية الموسم الماضي لما الاهلي كان فيه اصابات كثيرة في الدفاع شارك رامي ربيعة وادى رامي ربيعة بشكل محترم وانضم للمنتخب مع تعلقه في الفترة الاخيرة مع النادي الاهلي رامي ربيعة عنده ميزة عنده ميزة ممكن بتبقاش موجودة في لعيبة كتير انه رامي لما بيغيب ويرجع بيرجع كويس ما بيتقصرش وبعدين هو بيحب النادي الاهلي جدا هو بيحب النادي الاهلي فما بيبقاش عنده المشاكل كتير اللي هي بتاعت انه انا ما بشاركش انا ما بلعبش طبعا هيبقى زعلان انه ما بلعبش اكيد بس ما بعملش مشاكل فالنوعية دي من اللعيبة انت كمدرب بتبقى محتاجهم اللي هو اللاعب اللي ممكن يبقى لاختيارات ثلاثة او اربعة بس لما عوزه هلاقيه مش هيكون مدائبة وارفان وزهقان فلما هيجي يلعب فهي ما يديش كويس فالنوعية بتاعترامي دي مهمة في رأيي انها تبقى موجودة في ايه فريق انه ليبقى موافق او مش موافق انه لو بقى التالت او الرابع مش هيعمل ازمة ما فيش لعب يبقى عايزي بقى التالت ورابع طبعا عايزي بقى رقم واحد بس لو بقى التالت ورابع ما ماملش ازمة فاسيبه ده رأيي يعني الله اعلم طبعا تفكير مرسي الكرر اللي هيقوله لاجنة التخطيط لما يرجع من السفر